اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج آية في حكاية آية نوم من سفر أستير صحة 4 آية 14 لما حصلت المشكلة في سفر أستير كلنا عارفينها بتاع لما هامان أقنع الملكة بإبادة اليهود وابتدى الموضوع يتنفذ وفيه ناس كتير ماتت وراح جري مرضخاي على أستير وقال لها نتكلم الملكة قلت له ما ينفعش أنا أكلمه في أي وقت ده ليه توقيت معين وإلا هجيب على نفسي عقوبة أو حاجة صعبة فمردخاي قال لها آية جميلة أوي أوي محتاجين نحفظها كلنا قال لها خدي بالك أن انت لو سكتي انسكت سكوتا في هذا الوقت يأتي الفرج والنجاة لليهود من مكان آخر تعبير جميل أوي قال لها لو انت ما تكلمتيش خدي بالك برضو ربنا هينجينا بس بطريقة تانية من مكان آخر سفر أستير هو السفر الوحيد في الكتاب المقدس اللي لم يذكر فيه اسم الله لكن هو مليان بعمر ربنا فحاجة جميلة أوي حتى تأتي يأتي النجاة من مكان آخر وده بيحصل في حياتنا اليومية نحن وقت كتير الواحد فينا عنده مشكلة بيبقى حاطة قدام عين والمشكلة هتتحل بطريقة دي أو حاطة حلين هتتحل بطريقة دي يا بالطريقة دي ممكن ربنا يقول لي على فكرة هي هتتحل بس مش حاجة في دماغك أصلا يعني حاجة ما جاتش على بالك خالص عشان كذلك زي ما قال معلمنا بولوس هو القادر أن يفعل فوقه كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا فربنا عنده حلول كتير قوي اللي على بالنا ده ممكن ينفذ منه لكن ممكن تيجي حاجة مش على بالنا خالص معلمنا بولوس لما تكسرت بيستفينة في نهاية سفر أعمال الرسل وكانوا على وشك الموت فبيقول في كرنسط التانية صح واحد يقول أن احنا الضيقة بتاعتنا كانت فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة يعني جيه في وقت خلاص احنا هنموت هنموت لكن ربنا كان لي رأي تاني وفي الآخر ربنا نجههم كلهم وما فيش ولا واحد منهم مات فتعبير جميل قوي اللي قاله مردخاي لأستير محتاجين كلنا نؤمن به انسكدت سكوتا في هذا الوقت يأتي الفرج والنجاء لي اليهود من مكان آخر ربنا عنده مش مكان واحد عنده أماكن كتير قوي مش على بالنا خالص فخد بالك مشكلتك أو مشكلتك ليها حلول كتير عند ربنا وليها مخارج كتير قوي وربنا عنده حاجة ممكن ما تبقاش على البال ولا على الخاطر ويحل بيها المشكلة بالكامل فيبخت الإنسان اللي عنده الإيمان ده ان بتأتي النجاة من مكان آخر أستير 4-14 لإلهنا كل مجد وكرم الأبت أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر